دلوقتي بقى الكابتون احمد مجاهد خلاص الناس الشعب المصري انت راجل يعني خبير ورجل اكيد حلها لنا بقى يعني ايه خلاص يعني تطلع بيان شكر لست احمد مجاهد بقولك حلها بقى يعني دلوقتي حلها استاذ احمد مجاهد اللي هو الاسوأ في ادارة اتحاد الكورة الشخص اللي زي يعني رجع بالكورة المصرية الى عشرات السيني الخلف اللي كان كل قراراته خطئة كان كل تعامله في امور شخصية كان كل ما يسعى الي تحقيق مصالحه الشخصية تم الاول مرة في التاريخ سيذكر التاريخ انه انه القانون تم عمل فيه استثناء عشان خاطر احمد مجاهد كان رافض اجراء انتخابات التحاد الكورة وكان بيماطل عشان يتم الاطول فترة فهو مجلس النواب اجتمع خصصا من اجل احمد مجاهد ودى مدة شهرين انتخابات كنت احنا عرفين بتنتهي بتلاتين عشرة تم القرار تبقى حد تلاتين اتنشر وكمان فيه شهرين استثناء الوزير فعام استثناء اللي عمل كده كله ده احمد مجاهد اللي هو كان يبحث عن تحقيق مصالح الشخصية انا بقول الكابتن احمد مجاهد دلوقتي كابتن احمد مجاهد احنا راجل مصدقينك وانت راجل الخبير في اللواع اللي زي ما انت محدش بيفهم في الكورة في مصر وبتقفر التحاد الكورة ووراك وحلها لنا انت النهاردة تكلمت وقلت فرحت المصريين وفرحت الاروية قلت انها هتحل والمشكلة هتحل قلنا بقى ايه الحل السحري ده المحدش عرفه ووراكابتن احمد مجاهد عشان يحلل الموضوع ده وانا عاوز ارجع تاني بس اقول برضو فكرة الكابتن احمد مجاهد وانا قلتها معاك وبقى كده تاني وانا المسؤول هذا الكلام ما فعله احمد مجاهد مع شكبالة كان موقف شخصي ليس له امور متعلقة بلوائح هو رد فعل انفعالي على حس انه هو يعني تعامل معاه بطريقة غير لائقة رغم انه هو راحل شكبالة كان رد انفعالي ليس له متعلق بلوائح او قوانين ده رد فعل انفعالي وامتقامي من احمد مجاهد دفع سمنه الزمالك وجمهوره والمتخب الوطني برضو استبعاد شكبالة ده شكبالة وحزم يمام ربع مطشوط طبعا انا بس بحكي على الوقع بتاعت شكبالة التحديد اللي هو كانت خصمة فيها طب وحزم يماما كانش عملش عاجة خدر باعا ده كان خصم يعني انا طب اي رأيك انت بقى في احتفالية نهائي بطولة العرب ونزول عائلات اللاعبين بعد المباراة وزوجاتهم وأولادهم وداخل الملعب في المقابل تم منع زوجات اللاعيبة وأولادهم من دخول الملعب أساسا يعني اتمنعوا من دخول الملعب أساسا وبتدوا ينطوا من فوق الصور فاكر انت تمام والولاد بيدوا الولاد لبعض في المدرجات عشان يوصلوهم للعيبة زي ما حصل في المطشي الزمالك وحتفاليته في بانك الاهلي ايه رأت بقى الجزائر النهاردة شفت كل الصور اللاعبة حظوهم وحش بقى انهم يعني حظوهم نقولي يعني حظوهم حلو بقى انهم ما كانش الراجل الوحيد اللي يفهم في اللوائح في العالم موجوده ولسه زحمة مجاهدة لا بس ما كانش هو المنظل ما كانش هو المنظم ولو كان موجود كان طبق اللائحة لا تلا يعرفها احد غيره يعني محدش عارف مين اللائحة يا كابتن ده احتفال احتفالية يعني اسمها مسامة احتفالية فقوات اعتدنا انهم اي ابرز كانش بقى لاجنة تظلمات بقى هيقول لها اعملي ايه ابرز ابرز انا قلتلك قبل كده انا قلتلك كان احمد مجاهد كان عاوزه يقفش كبالة سنة ونص لا والله العظيم قلتلك الحركة قبل هنا احمد مجاهد كان عاوزه في شكبالة سنة ونص ده انتقام بقى وتم تخفيض العقوبة لثمان شهور وبعد كده طبق المرات كان ما فعله احمد مجاهد مع شكبالة كان انتقام وليس مسئول بيحاسب لعب ده كان رد فعلا بيوردي بعض الناس لا لا هو نفسه هو شخصيته شخصيته يعني يعني انت بصة كابتن انت راجل مسئول يعني فيه فرق ده لعب وده مسئول ان انت لعب بيتكلم معه وتروح تيتكلم معه وتتخطى كل البرتوكولات وانت اللي بتحاسب لعب او تسكيته في الاخر عشان تفعل معك كده تبقى حكم وخصب ففي نفس الوقت امر مرفوض تماما دفع سامنو شكبالة والزمالك والمتخب الوقتاني كممكن شكبالة يكون متوجد في كاس العرب وكان ليه شكل اكتر افضل من كده المتخب لو كان متوجد فيه شكبالة